السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد أيها الأحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا الليلة عن مفتاح البركة البركة هي النماء والزيادة وهي تكاتر الخير واستمراره ودوامه والناس كلهم يبحثون عن البركة ويلتمسونها من كل جانب وربنا سبحانه وتعالى بلنا عليها وكيف نصل إليها فقال جل جلاله في كتابه العزيز ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحن عليهم بركات من السماء والأرض قبل أن نتحدث أيها الأحب الكرام عن مفتاح البركة نريد أولا أن نتعرف عن حقيقة هذه البركة البركة هي نعمة من نعم الوهاب سبحانه وتعالى ونفحة منه ومنة يمن بها على من يشاء من عباده فالبركة في التعريف ديالها هي تبوت الخير الإلهي في الشيء تبوت الخير الإلهي في الشيء البركة هي ملك لله عز وجل يعطيها لمن يشاء من عباده ويسلبها عن من يشاء كل هذا وفق حكمته وتدبيره ربنا عز وجل يقول ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يعني أن العطاء والمنع من الله والخير وكل شيء من عند الله كل شيء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال والبركة من الله والكيس الفطن هو الذي يسعى لالتماسها من المولى جل جلاله فهذه البركة لا تطلب إلا من الله وحده ونحن أيها الأحباب الكرام في زماننا هذا لا شك أن الجميع يعلم أنه قد قلت البركة رغم الخير الموجود ورغم النعيم ورغم الرخاء ورغم الإزدهار ولكن الناس كلهم يشتكون من قلة البركة ويبحثون عنها لهذا سوف ندلكم من خلال هذه الحلقة كيف نصل إلى البركة ونكون مباركين في أنفسنا في أجسادنا في أفكارنا وفي أرزاقنا وفي أولادنا وأحبابنا البركة أيها الأحبة الكرام تحدث عنها الله عز وجل وجعلها تكون في أشياء كثيرة هناك البركة في بعض الأزمنة والبركة في بعض الأمكنة والبركة في بعض الأشخاص ربنا وضعها وتحدث عنها في القرآن العظيم لنربما قد ينكر بعض الناس هل هناك فعلا بركة أي نعم نؤمن بالبركة وهي موجودة القليل يصير كثير بفضل الله نذكر مثلا من الأمكنة التي باركها الله تعالى المسجد الأقصى القدس الشريف وما حوله قال عنه جل جلاله سبحان الذي أسر بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله حوله أن واضعه هو إبراهيم عليه السلام وما لحقه من البركة بمن صلى به من الأنبياء المسجد الأقصى صلى به الكثير من الأنبياء داود وسليمان وبعدهما الكثير من أنبياء بني إسرائيل ثم بحلول نبي الله عيسى عليه السلام حل فيما حوله حول المسجد الأقصى بفلسطين وبهذا المقام دفن حوله الأنبياء الكثر وأعظم بركة هي حلول سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في تلك المعجزة الخارقة للعادة معجزة الإسرائي والمعراج وصلاته بالأنبياء كلهم في هذا المكان فصدق ربنا حينما قال إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله وأعظم منطقة مباركة في العالم هي مكة المكرمة ببركة دعاء إبراهيم عليه السلام لما قال ربنا إني أسكنت من درية بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من التمرات لعلهم يشكرون مكة وما حولها كانت عبارة عن وادي غير ذي زرع ما فيه لا بشر ولا حيوانات لا طائر يطير ولا وحش يسير ولكن ببركة دعوة إبراهيم الخليل صار الآن الأفئدة من الناس تهوي إليه فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمن ثم ربنا عز وجل بارك في بعض الأزمنة كما بارك مثلا في رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وبارك في العشر الأوائل من ذي الحجة وبارك في عيد الأضحى وعيد الفطر السعيد وبارك في أيام كثيرة كذلك ربنا بارك في بعض البشر هناك أول من باركهم الله تعالى هم الأنبياء والمرسلين مثلا يتحدث عن نبي الله عن نوح عليه السلام ماذا قال عنه قيل يا نوح اهبط بسلام مننا وبركات عليك وبركات عليك ولا أمم من من معك فكان نوح عليه السلام مباركا لبت في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما ثوروا أن عمر سيدنا نوح كان طويل ومديد وكل الأنبياء حتى إن نبي الله عيسى بن مريم صرح بها وأعلنها صراحة وقال وجعلني مباركا أينما كنت وجعلني مباركا أينما كنت أي جعلني مفاعا معلما للخير حيثما توجهت وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يجعل البركة في الكثير من الخلق مثلا قال البركة مع أكابيركم الإنسان الذي يعمر مع أكابير القوم من العائلة والأحباب كبار السن البركة معهم لأنهم كلما جلست معهم وكلما تعايشت معهم وكلما مددت إليهم يد المساعدة ربنا يباركك البركة مع أكابيركم وكل مؤمن من أمة سيدنا محمد فيه من البركة بقدر إيمانه وبقدر عمله هذه البركة أيها الأحباب الكرام ممكن أن نستجنبها من أشياء كثيرة مثلا سيدنا النبي قال لنا الاجتماع على الطعام بركة قال كلوا جميعا ولا تفرقوا فإن البركة مع الجماعة الإسلام دين الجماعة إهدنا الصراط المستقيم لا نقول إهدني إهدنا الصراط المستقيم فالبركة مع الجماعة فالطعام إذا كان الاجتماع عليه فيه البركة بل قال صلى الله عليه وسلم إن البركة وسط القصعة فكلوا من نواحيها ولا تأكلوا من رأسها كلوا من نواحيها وهذا مجرب القصعة الواحدة يقول منها أعداد كبير من الناس إذا أكلوا من نواحيها وتركوا رأسها فإذا بالبركة عموا عليهم يأكلون ويشبعون وكيشيط الخير هناك البركة أيضا في أشياء كثيرة مثلا ماء المطر الغيت فيه حياة لكل شيء بارك الله فيه وقال ونزلنا من السماء ماء مباركة ترى الأرض قاحلة فإذا أنزلنا عليها الماء ترى كيف أن النبتات نبتات تخضر والتمار والخيرات سبحانك يا جليل ومن أهم التمار اللي فيها البركة شجرة الزيتون باركها الله تعالى وقال يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يوقد من شجرة مباركة زيتونة يعني كثيرة البركة وكثيرة المنافع وهذا معلوم زيت الزيتون فيه بركات كثيرة هذه البركة أيها الأحباب الكرام ممكن أن نستوعبها بماذا؟ كيف أن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كان أمي وكان يرعى الغنم وكان يتيم وكان فقير استطاع في غضون الثلاثة وعشرين سنة فقط أن يبني أعظم أمة في التاريخ وأن يشيد أكبر حضارة في تاريخ البشرية هل يُعقل هناك شابون شباب بالألاف والملايين يدرسون في الجامعات ويمكتون عشرين سنة ثلاثين سنة ولم يحصل حتى وعلى على شيء ربما يذكر فكيف سيدنا النبي محمد في ثلاثة وعشرين سنة استطاع أن أن يبني أمة عظيمة أن يخرج من مكة إلى المدينة المنورة إلى بلاد العرب كلها إلى أن يشيد حضارة عظيمة يقال من طنجة إلى جاكارتا يعني الخيال لا يستوعبه وبنى حضارة عظيمة أخرج العرب من أنهم كانوا أميين إلى أمة عظيمة من قاع السحراء أخرجهم واستطاع أن يدخل بهم إلى كبرى الإمبراطوريات العظيمة في ذلك الزمن الروم والفرس إمبراطوريات عتيقة وقوية وعتيدة تمكن العرب لهم كانوا في الأمية أنهم يبسطوا سلطانهم في أقل من ربع قرن من الزمن على المعمور من حدود الصين إلى الشواطة إلى أطلسي كيف ذلك؟ بالمنطق وبالعقل لا يستوعب إنها البركة الله تعالى يبارك ثم لاحظنا كيف أن البلاد العربية التي لا زرع فيها ولا ضرع سحراء قاحلة كيف أصبح أهلها أغنياء وأصبح أهلها أمراء وقد حلت عليهم البركة تحفهم من كل جوانبهم لاحظوا بأن هناك بعض البلاد العربية يعني رغم قلة عملهم وقلة إنتاجهم ولكنهم يعيشون في بحبوحة من العيش في الطعام واللباس والأكسيا وناطحة السحاب وغيرهم بركة حلت على البلاد العربية ببركة هذا البترول وهذه الطاقات التي هي من عطاء الله تعالى ثم لننظر في الحضارة الإسلامية كيف استطاعا علماء الأمة أن يصنعوا أكبر المكتبات الباهرة في العالم لحد الساعة أكبر المكتبات هي المكتبات الإسلامية وهناك علماء رغم عمرهم القصير كتبوا مؤلفات كثيرة جدا تحتاج إلى أعمار مديدة لقراءتها فكيف استطاعوا أن يؤلفوها ويبدعوا فيها إنها البركة البركة كثيرة أيها الأحبة الكرام وموجودة لكن السؤال كيف تستجلب هذه البركة لا شك أن كل واحد منا في عصرنا وفي زماننا ربما يعاني يعاني من شظف في العيش أو قلة في الرزق أو قلة في بركة الوقت أو قلة في بركة الصحة كيف نستجلب هذه البركة الأكيد أيها الأحبة الكرام أن النعم رغم كثرتها لا تكاد تحقق السعادة والطمأننا النعم كثيرة في زماننا ما تحصل عليه البشر في زماننا هذا المتأخر هو أعظم ما تحقق عليه في كل تاريخ البشرية ولكن إذا فقدت البركة لا سعادة ولا طمأننا الآن النس تلاحظون بأن هناك نس عندهم أموال طائلة وعندهم سكن فاري وصيارات وعندهم مناصب وعندهم خيرات وعندهم أرصد بانكية نعم كثيرة ولكن يشتكون من عدم الطمأنينة يشتكون من قلة السعادة السبب هو فقدان البركة لأن كل شيء ليس لله ستكون بركته منزوعة إذا شعرت بأنك عندك ضيق وعندك قلة فالمشكلة هي ليس في الحسابات المادية هي في علاقتك مع مع مبدع الكون مع الخالق سبحانه وتعالى لأن كلما كان الإنسان في علاقة غير السوية مع ربه تكون البركة منزوعة من الشيء عندك الشيء عندك ولكن بركته منزوعة البركة كلها تأتي من أين؟ تأتي من نور الله تأتي من عطاء الله ولهذا المؤمن الصادق عليه أن يأخذ بالأسباب التي تستجلب البركة على نفسه وعلى وقته وعلى رزقه وعلى أهله وأولاده كل هذا نحن نحتاج إليه أول شيء من أراد أن يستجلب البركة ماذا علينا أن نفعل؟ أول شيء تجديد الإيمان والتقوى مع الله المؤمن دائما يجدد إيمانه يجدد إيمانه قال ربنا عز وجل ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إنسان دائما يتقي الله وسوف يرى العجائب لأن الإيمان وتقوى الله تجعل البركات تنزل من السماء وتخرج من الأرض وإذا أفاض الله البركات على قوم فإن طعام الواحد يكفي الجماعة وطعام الجماعة يكفي المدينة فالإنسان ربما يتمنى أن الله يأتيه بالأرزاق من حيث لا يحتسب ومن حيث لا يدري ومن حيث لا يتوقع من منا؟ من منا لا يتمنى ذلك؟ الله تعالى قال سأعطيكم المال حتى ولكن هناك أزمة عالمية سأعطيكم المال وأعطيكم الرزق من حيث لا تحتسبون ولا تتوقعون ويصرف عنكم ربكم الهم والغم من كل هم فرجاء ومن كل ديق مخرجاء ماذا نفعل؟ أننا نتقي الله نتوكل عليه وإذا أخطأنا نجدد الإيمان قال صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم إن الإيمان لا يبلى كما يبلى التوب فجددوا إيمانكم قالوا كيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال بقولكم لا إله إلا الله هذه الكلمة الطيبة نعمر بها قلوبنا ونعمر بها العقول لنا لأنها هي عبارة عن أسهم كل ما أكترت منها زاد سهمك عند الرحمن الأمر الثاني أيها الأحبة الكرام هو أن يكون لنا ارتباط مباشر وقوي مع كتاب الله تعالى القرآن العظيم نقرأه نفهمه نعمل بأحكامه وسترون العجيب القرآن العظيم مبارك قال فيه ربنا سبحانه وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون كتاب مبارك أن يكون لك اتصال مباشر مع القرآن وتقرأه وتفهم معانيه وتعمل بأحكامه للأسف بعض الناس ربما لا يقرأون القرآن إلا في الجنائز أو في بعض المناسبات فالقرآن الكريم نحرم إذا لم نقرأه هو مبارك أي كثير الفائدة والنفع للشماله على منافع الدارين يكفي مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها باركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة سورة البقرة كلها باركات والتي ما يقرهاش حسرة عليه ضعت منه خيرات ولا تستطيعها البطلة يعني أن الأرواح الخبيثة الأرواح الخبيثة من الجن والعفريت وأيضا من العين والحسد كل هذا لن ينال منك شيئا إذا كنت تقرأ سورة البقرة وقس على ذلك كل سور القرآن فيها باركات هناك سور خاصة بالرزق سور خاصة بالعزة سور خاصة بالكرامة سور خاصة بالجلال سور عظيمة جدا ثم مما يستجدب به البركة ربنا عز وجل أوصانا ببر الوالدين لأن فيهم البركة العظيمة ويلحق ببر الوالدين صلة الأرحام أننا نصل الأرحام وأننا نسأل عن العائلة ونتحمل الآذاء هذا مما تستجدب به البركة في العمر وفي المال وفي الرزق وفي الأهل والأولاد سيدنا النبي قال لنا من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه ربنا يعطيك البركة كلما وصلت الرحم خصوصا الرحم لعندك معهم مشاكل لعندك معهم قطيعة جربوا أيها الأحباب جربوا جربوا أن واحد من العائلة ديالك عندك مع قطيعة وأن قلبك فيه ضغنة غتقول لله سوف أتجاوز هذا الإحساس وسأصل إلى هذا الرحم وأطرق الباب وأحمل معي الهدية وأبتسم في وجوههم لله جرب انظر ماذا سوف يحصل لك ستعود وقد غفر الله لك ذنوبك وستعود وقد أعطاك الله فرحة والطمأنين والسعادة في قلبك وستعود وستعرى بأن الله يفتح لك باب الرزق والكرامة والعزة في أولادك وأهلك وأحبابك أيضا أيها الأحب الكرام مما ربنا يعطيه البركة أن الإنسان إذا دخل إلى بيته حتى يكون البيت مبارك ويكون الزوجة مباركة والأولاد مباركين حينما ندخل إلى بيوتنا أول ما نبدأ نسلم التحية من عند الله نسلم عليهم قال سبحانه وتعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة تحية من عند الله مباركة طيبة إنسان كدخل البيت دياله وكسلم على العائلة وهذا قضية مقررة في علم النفس من أراد السعادة الزوجية والسعادة العائلية أنك تأتي من عملك طول اليوم وأنت متعب أترك تعبك خارج باب الضار أترك همومك في عتبة البيت إياك أن تدخل إلى بيتك مشاغل العمل ومشاكلك الخاصة إذا دخلت إلى البيت إنسى كل شيء وسلم على أهلك وقابلهم بابتسامة طيبة تحية من عند الله مباركة طيبة وهذه لما تكون يكون حسن اللقاء والمخالطة مع العائلة والأحباب يكون هناك باركة وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يوسي صحابته اللي بغير يدخل الدار دياله عند مراته ولاده بعد يوم طويل من العمل إياك أن تدخل وأنت مكشر الوجه وأنت غضبان أدخل بالسلام والكلمة الطيبة قال صلى الله عليه وسلم النسي بن مالك قال لي قال لي رسول الله يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكون باركة عليك وعلى أهل بيتك إذا دخلت على أهلك فسلم يكون باركة عليك وعلى أهل بيتك أيضا من البركة البركة أن الإنسان يبكر في طلب الرزق إنسان يستيقض مبكرا ثم بعد أن يصلي الفجر ويقرأ ما تيسر من كلام الله تعالى استعد أن يخرج إلى طلب الرزق مبكرا يعني إنسان كلما بكر كان خير سيدنا النبي قال اللهم بارك لأمتي في بكورها اللهم بارك لأمتي في بكورها بعض المناطق اللي كتفق مبكرا سبحان الله العظيم كتلقى عند الرزق وفير وبعض المناطق الأخرى اللي ينسك في قم متأخرين كتلقى الحركة عندهم نقصة وحتى المتعة بالحياة كتكون دائما فيها خلل كذلك يلحب الكرام مما نستجنب به البركة وهو أن الإنسان يكون فيه خلق الجود والكرم يكون فيه الجود والكرم ولو بالقليل يقول لك الجود من الموجود ليس بالضرع أن تكون غني الجود من الموجود تؤتيك الكرم مع الناس الكرم المادي والكرم النفسي بالابتسام الطيب بالتواضع لهم بأن تعطيهم مما أعطاك الله على قدر استطاعتك ويكون تكافل بينك وبين الأسرة والعائلة والمقربين إليك تكافل يعني اللي وزلت قدمه أو قل رزقه كان تكافل فيما بيننا ربنا عز وجل قال وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرزقين وسبحانه وتعالى جعل الذي ينفق يزداد رزقه كلما أنفقت زاد رزقك وتضعف حتى قال جل جلاله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل صنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم أيضا أيها الأحبة الكرام من الأمور التي تجدو بالبركة وهو الدعاء للناس وهذا ما سوف نقوم به بين الفين والأخرى في هذا البرنامج في هذه الحلقات الدعاء للناس بالبركة إنسان ربما لماله وزلت قدمه وحياته مبعترة كيف نفعل؟ ندعو له ندعو له بالبركة كان صلى الله عليه وسلم يدعو لكل الناس بالبركة فعن أنس بن ملي قالت أمي رسول الله خادمك أنس ضعيف ادعو الله له فقال صلى الله عليه وسلم اللهم أكثر مال أنس اللهم أكثر ماله اللهم أكثر ولده اللهم بارك له فيما أعطيته كان سيدنا النبي دعا لسيدنا أنس مرة واحدة دعا له بالإكثار من المال والإكثار من الولد وأن يبارك له فيما أعطاه فأنس كان يقول بأن ابنته قد دفنت من صلبي بضعا وتسعين حتى إنه الأولاد دياله الحفظة أولاده وحفظته وحفظة حفظته كانوا تقريبا بضعا وتسعين كلهم زامنهم وعايشهم رب يعطى الأولاد كتر بارك الله له في الأولاد وفي الحفظة وفي أولاد الحفظة ويقول أنس والله ما أصبح في الأنصى الرجل أكثر مني مالا لما كبر أنس كتر ماله ولما كان يسأل من أين لك هذا المال الوفير وهذا الأولاد الكتر وديما كان قد في وجهك البشر كان يقول إنها من دعوة رسول الله قال لي اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته وسيدنا النبي كان يدعو مع الجميع حتى مع المتزوجين إذا تزوج متزوج كان يقول له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير لأنك تعدد السعادة والفرحة والرزق الكثير ثم كان صلى الله عليه وسلم يدعو بالبركة في العطاء كان يقول وبارك لي فيما أعطيت ربنا يعطينا شيء معين نقول يارب بارك لي في هذا العطاء أعطاك الله تعالى الصحة أعطاك الله مال أعطاك الله أولاد أعطاك الله زوجة أعطاك الله عائلة أعطاك الله أصدقاء أعطاك الله منزل أعطاك الله علم أعطاك الله مرتبة أدعو الله له بأن يبارك لك فيما أعطاك وبارك لنا فيما أعطيت لأن هذا الدعاء يجعل الخير يكتر وتستفيد منه لأن هناك بعض الناس عندهم الخير لكن لا يستفيدون منه قد يكلز عنده مال وفير لكنه في البنك محفوظ هناك حتى يتأفاه الله دون أن يستفيد منه هناك من عنده منازل ودور كبيرة ولكن هو مستقر في محل واحد ولا يستفيد من الأشياء الأخرى هناك من عنده مناصب كثيرة ولا يستفيد من بركتها بل فقط تعب ومسؤولية وضنك دائما نقول اللهم بارك لنا فيما أعطيت اللهم بارك لنا فيما أعطيت أما عن أسباب نزع البركة ومحقها فالكثير من الناس ربما يتسألون لماذا عندنا الباركة قليلة لماذا كان وضع نعيش فيه جيد ثم تغير وتبدل ما الأسباب التي تؤدي إلى نزع البركة ومحقها أولها وهو أن الإنسان ربما قد يتساهل في الذنوب والمعاصي يتساهل ربما بمفهوم الحرية بمفهوم أن الإنسان يفعل ما يريد قد يتجرأ على حدود الله في يقترف الذنوب والمعاصي إذا فعل العبد ذلك صار هينا على الله الله تعالى يسقط من عينيه العبد الذي يتجرأ على المعاصي تذكروا أيها الأحباب كلما تجرأت على معصية سقطت من عين الله وكلما وقعت في دنبين صرت هينا على الله فسبب لهوان العبد هم المعاصي وذهاب البركة والعياد بالله المعاصي تمحق البركة بركة العمر وبركة الرزق وبركة العمل وبركة الأهل وبركة العلم كل هذا يمحق والعياد بالله والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يحذرنا من ذلك كان يقول إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه ولا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر إنسان يحرط على أنه يبتعد على قدر ما يستطيع من الذنوب والمعاصي لأن هذه الذنوب والمعاصي تؤدي إلى التغيير وأن الله تعالى يعاقب خصوصا أن كل من أعرض عن منهج الله تعالى زالت بركته وداب خيره ليس فقط في الأفراد والأسر أو الجماعات بل حتى الدول هناك دول دول كانت تعيش نعيم كبير وسخاء من عند الله ولكنها أدنبت هذه الدول ربنا يعاقبها إما يعاقبها بقلة المطر أو يعاقبها برفع الأسعار أو يعاقبها بأن يجعل بأسهم بينهم شديد أو يعاقبها بأن يتار حولها الحروب والنزاعات هذه كلها عقابات والعياد بالله يحكي القرآن العظيم عن بلدة سبأ كانت من أعظم دول العالم في التاريخ أعطاه الله المال وأعطاه الخيرات والأمطار والفلاحة والتنمية والعزة ولكنها لم تشكر نعم الله وتجرأت عن معاصي الله فربنا سلط عليها العذاب سلط عليها الفيضانات والعياد بالله وسلط عليهم الجفاف فيما بعد وسلط عليهم قلة طعام وصاروا يعانون من المجاعة قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة سبأ ماذا قال؟ قال لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كل من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين دواتي أكل خمط وأتل وشيء من سدر قليل والعياد بالله بعد أن كانوا يأكلوا الطعام الكثير ولهم جنتان عظيمتان وسمى الله تعالى بأن البلدة طيبة ورب غفور وطلب منه الشكر لكنهم لم يشكروا هذه النعمة وأعرضوا عنها ما الذي وقع؟ قال فأرسلنا عليهم سيل العرم جاهم فياضان للسدود وبدلناهم بجنتيهم جنتين دواتي أكل خمط وأتل وشيء من سدر قليل كان عندهم طعام كثير جميع أنواع الفواكه وجميع أنواع التمور ولكن فيما بعد صار عندهم السدر القليل والعياد بالله هذا نموذج لدولة في التاريخ أعرضت وهذا قانون عام قانون عام أنه كلما ظهر الفساد في أي بلد في أي منطقة ربنا ينزع الباركة قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليضيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون فالأرض منذ أن خلقها الله تعالى هي مباركة فيها البحار وفيها اليابسة وفيها الجبال أوتادة وجعل الأشجار والغابات والمناخ المعتدل وجعل الفصول الأربعة ولكن الإنسان يفسد قامت بصناعات حربية وعسكرية وضمر وخرب وأساء الاستغلال فظهر الفساد في البر والبحر كل هذا بما كسبت أيدي الناس ومن ثم لاحظنا الأزمات المؤتمرات العالمية للحفاظ على البيئة وعلى التلوت وعلى التصحر وعلى الحرارة وغيرها كل هذا ليضيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون لهم يرجعون إلى رشدهم فأي الأحباب الكرام مفتاح البركة كلنا نسعى إليها البركة هي التي قال فيها الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض يعني بركات يحي أنها أمور لم يعهدها البشر في الأرزاق والأقوات إذا اتقى أهل القرى يعطيهم الله ألوان شتى من الأرزاق تهبط من السماء وتنبع من تحت الأرض وهذا واضح الذين أكرمهم الله السماء تنزل أمطارها وخيرتها وباطن الأرض يكتنز الكنوز والطاقات وغيرها لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض أحسن طريق أيها الأحباب الكرام لكي يفتح لنا الله تعالى أبواب البركة رغم ذنوبنا ورغم تقصيرنا ورغم إساءتنا وهي أننا علينا أن نكتر من الاستغفار نكتر من الاستغفار مع ترك الإسرار لأن الإنسان لا يسر لا يقول هذه حرية فرضية وأنا أفعل ما أشاء أنت لست حرا أنت عبد لله سبحانه وتعالى أي نعم أنت عبد وكلنا عبد الله نخطئ ونقع في الخطايا ونقع في الإساءة ولكن نندم ولا نسر على ذلك ونلجأ إلى الاستغفار لأن الدنوب والمعاصي تحجب عن الإنسان البركات التي أوضعها الله تعالى ولكن إذا تبنا إلى الله وإذا رجعنا إلى رشدنا ولهجت ألسلتنا بالاستغفار فإن الله تعالى يرفع عنا الشدائد يرفع عنا الأمراض يرفع عنا غلاء الأسعار يرفع عنا قلة الموارد يرفع عنا البطالة يرفع عنا الأمراض والأسقام يرفع عنا النزاعات يرفع عنا كل شيء ببركة الاستغفار ربنا قال ربنا سبحانه وتعالى وضعها في متناول كل عباده سيد بن عيسى بن مريم مثلا ماذا قال قال وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَينَمَا كُنْتُ سيد بن عيسى كَنَا أَينَمَا حَلْ مَنْتَقْلِي وَقَفِّهَا كَجِفَاءَ الْبَارَكًا النسك يأكلوك يشربوه والخير يعمو عليهم هذا السر الإلهي وهذا التجلي الرباني جعله الله في الأمبياء والمرسلين وأيضا جعله في كل مؤمن ومؤمناء من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أي نعم هذا السر اللي اعطاه الله تعالى الأمبياء والمرسلين رهما زال موجود إنه لم يذهب كل مؤمن ومؤمناء من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعطاهم الله تسير دير البركة وسمهم الأولية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم وله يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون كل واحد في هذه الصفرة هو لي يعني الأولياء ما تضنوش لأولياء يخصي يكون عنده واحد العمامة واحد لاحية بيضاء وهذا واحد السبحة في يده وعكاز في اليد الأخرى ويلبس جبتا وعنده ضريح وعنده موريدين وعنده كذا وكذا وبخور ما تسورج دم الأولياء لا قد يكون إنسان عادي جدا قد يكون موظف في إدارة قد يكون رجل شرطة قد يكون تاجر قد يكون أستاذ أو معلم قد يكون فنان قد يكون رياضي أي إنسان في هذه الصفتين فقط ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولهم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فقط رجلهم الباركة يكون مؤمن إيمان صادق ما فيش خلل ما فيش غبش وكانوا يتقون أنه يتق الله على قدر ما يستطيع فكل من آمن واتقى فهو من أولياء الله لمعهم الباركة يكون مبارك حيث مكان إذا وضع يده على مريض ودعى شفاه الله تعالى وإذا امتدت يده إلى الطعام وقال بسم الله أصبح الطعام القليل كثيرا يكفي الجميع ببركة الله وإذا لبست ثيابا وقال بسم الله اللهم بارك لنا لا تبلى ثيابه لأن حلت فيها البركة وإذا بنى بيتا لكي يعيش فيه يدخلوا إليه ببسم الله ويقولوا يا الله ما بكت فيما بيتنا فيعمل الله هذا البيت طويلا ولا تؤثر فيه عوامل الزمان لأن ساكنه عبد من عباد الرحمن وإذا رزقه الله أولاد دائما إذا كان علاقة مع زوجتك يقول اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا فيبارك الله في الأولاد يكونوا صالحين صورتهم حسنة وبررة ونجباء وأدقياء هكذا أيها الأحباب الكرام من أراد البركة لنفسه ولأهله ولبيته ولماله فليقبل على الله تعالى عابدا مطيعا كل واحد منا يكتر من تلاوة القرآن العظيم يكتر من الاستغفار يكتر من سلة الرحم يكتر من الإحسان إلى الناس يبتعد عن كل ما يسخط الرحمن ويتجنب الأثام وهكذا سوف ترى البركة عم علينا جميعا فنسأل الله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يبارك لنا ولكم جميعا اللهم بارك لنا جميعا وأحبابنا وبارك اللهم لنا في وطننا وبارك الله لنا في أمتنا وبارك اللهم لنا في كل شيء أعطيته إينا يا رحمن يا رحيم زدنا ولا تنقصنا فضلا منك وإكرم اللهم اسقع عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت اللهم اسقع عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت اللهم اسقع عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت اللهم اسقنا الغيت ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيت ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيط ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغيتنا اللهم أغيتنا اللهم أغيتنا اللهم كتر خيراتنا اللهم رخص أسعارنا اللهم أمن أوطاننا اللهم بارك لنا في كل ما أعطيتنا واختم لنا يا ربنا بالحسن بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليه نتوب وعليها نلقى الله السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله